بسم الله الرحمن الرحيم معالي السيدات والسادة الوزراء معالي السيدة والسادة المحافظين السيدات والسادة ممثلي لمنظمات الدولية والمحلية والإقليمية معالي الدكتور محمود محيددين رئيس لجنة التحكيم الوطنية للمبادرة ورائد المناخ للرئاسة المصرية لقمة المناخ السيدات والسادة الحضور اسمحوا لي أن أنا رحب بحضراتكم اليوم والحقيقة يمكن ما كانش من المخطط أن أنا ألقي كلمة ولكن الحقيقة في إطار هذه المناسبة السعيدة يمكن اسمحوا لي في البداية أن أنا أتوجه بجزيل الشكر لفخامة رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لموافقة على رعاية هذه المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الزكية والحقيقة أيضاً أتقدم بكل الشكر والتقدير لكل فريق العمل اللي قام على تنظيم هذه المبادرة وعلى إخراجها بالصورة المميزة اللي إحنا وجدناها النهاردة زي ما كل زملائي قالوا إحنا على بعد أيام قليلة جداً من بدء قمة المناخ في مصر اللي مصر بتستضيفها في فترة شديدة الدقة وشديدة الإسسنائية في ظروف يعني العالم كله ممرش بيها قبل كده على مدار عقود سابقة ويمكن إحنا قمة المناخ في مصر اللي حتعقد يعني إن شاء الله بداية الإسبوع القادم يعني واخد عنوان مهم جداً وهو يعني الانتقال من مرحلة التعهدات إلى التنفيذ الفعلي للمشروعات اللي ممكن أن تسهم في الحد من ظاهرة التغيرات المناخية وعشان كده أعتقد إن هذه المبادرة الوطنية بتأدي ترجمة حقيقية لعنوان قمة المناخ الحقيقة هذه المبادرة وأنا بواجهة شكر للدكتور محمود لما بدأت الفكرة الحقيقة في هذا العام وبدأنا الخطوات التنظيمية لها وأعلننا عن اللجنة المسؤولة عن بدء تلقي المشروعات المقترحة الكلام ده كله كان في شهر مايو فإحنا عندنا فترة زمنية لم تتجاوز الخمسة أشهر عشان المحافظات تتقدم ولجنة التحكيم تشتغل وتنهي كل إجراءاتها فاللافت للنظر إن تقدم إلينا أكتر من ستة الاف متين واحد وتمانين مشروع يعني تحديداً هذا هو الرقم فده يؤكد شيء مهم جداً إن مصر لديها زخيرة جيدة جداً جداً من المشروعات اللي بالفعل قيد التنفيذ أو حتبدأ إنها تتنفذ أو حتى أفكار يعني حتبدأ في التنفيذ في خلال الفترة القادمة وده يؤكد المسار اللي الحكومة المصرية أخدته في إطار رؤية مصر عشرين ثلاثين اللي هي طي أيضاً ترجمة حقيقية لكل أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر لأطلقتهم من أمم المتحدة فالحقيقة الدولة المصرية من خلال هذا الحجم الكبير من المشروعات أكتر من ستة لاف مشروع بتعلن إنها واحدة من الدول اللي ملتزمة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة واللي ليها رؤية حقيقية واضحة مترجمة في مشروعات بالفعل بتتنفس هذه الرسالة رسالة مهمة جداً لكل المؤسسات سواء المؤسسات الدولية أو الإقليمية أو حتى المحلية إن مصر بالفعل بتتبنى كل معايير بقدر الإمكان كل معايير للسدامة مصر الحقيقة من خلال المشروعات يعني بحي أصحابها والأفكار الجميلة جداً اللي الحقيقة يعني ظهرت النهاردة المشروعات دي كانت مقسمة إلى ست موضوعات أو محاور مشروعات الكبرى المشروعات المتوسطة المشروعات الصغيرة الشركات الناشئة المشروعات المرتبطة بالمرأة وأخيراً مشروعات غير الهدفة للربح وكلها الحقيقة النهاردة وجدنا لها نمازج هامة جداً يعني أن الحقيقة كان لافت للنظر وأنا بتفقد المعرض وأيضاً المشروعات الفائزة النهاردة عندنا مشروعات إزاي إن إحنا بنستفيد من المخلفات سواء المخلفات البيولوجية أو المخلفات الصلبة في توليد طاقة عندنا المشروعات الخاصة بإعادة تدوير البلاستيك عندنا مشروعات رائدة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة الحقيقة كلها من موضوعات الغذاء والتحلية المية ومعالجة المية وكلها الحقيقة بقت قضايا النهاردة أعتقد مش فقط تمث مصر ولكن تمث البشرية كلها وبالتالي هذا الحجم الكبير جداً من المشروعات اللي موجود في مصر وده أنا بعيده مرة أخرى بيؤكد إن هذه الدولة عازمة على المضي قدماً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الحقيقة يمكن هذا الحجم من المشروعات وهذا الحماس الكبير اللي لمسناه هو اللي شجعنا إن إحنا نخلي هذه المبادرة تبقى فعالية سنوية بحيث إن شاء الله يكتب لها الاستدامة وبنشجع المحافظات وكل الشباب اللي موجودين فيها على إنهم دائماً يتنفسوا منافسة شريفة ومنافسة جميلة جداً وإيجابية في هذه المجالات المهمة في خلال الفترة القادمة ويبقى كل سنة إن شاء الله يعني نشرف بوجودنا علشان نحتفل معاهم بالمشروعات الفائزة وأيضاً بالجهد المتميز اللي كل شبابنا وكل الجهات اللي بتقوم بيه على مستوى المحافظات كلها بإذن الله نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 أنا مش هطول على حضراتكم ولكن مرة أخرى بتوجه بكل الشكر والتقدير أولاً لفخامة الرئيس على رعايته الكريمة لهذه المبادرة وكل فريق العمل اللي قام بهذا المشروع وكل التهنئة للفائزين وإن شاء الله حظ أفضل اللي لم يحالفهم الحظ وبإذن الله نشوفهم فائزين في السنوات القادمة إن شاء الله أنا بشكر حضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته